انبارح كشف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي عن موقف النادي من الدعوة المرفوعة بشأن تشكيل لجنة الاندباط طبعا هنقول لحضراتكم نصها بالزبط وبالمناسبة الكلام ده حصل في تصريح صحفي للموقع الرسمي للنادي قال فيه نصا استجابة لما تم طرحه مؤخرا بشأن ما هو قادم من تطوير خاص بالمنظومة الرياضية وبناء على ما جاء في الخطاب الوارد عفوا من الاتحاد المصري لكرة القدم والذي يؤكد فيه على التزامه بلائحة النظام الأساسي وقيامه بعرض تشكيل لجنة الاندباط على الجمعية العمومية القادمة للاتحاد ووصفها صاحبة الحق في انتخاب اللجان المستقلة لاتخاذ اللازم قانونا فقد قرر النادي ترك الخصومة في الشأن المقدم على إجراءات تشكيل لجنة الاندباط بعد تحقيق المطالب القانونية للنادي والتأكيد على أن هذا الطعن كان يخص النواحي الإجرائية فقط وليس القامات القضائية الكبيرة التي تضمها اللجنة ويكن لها النادي الأهلي كل التقدير والاحترام